فيلم شماريخ يعتبر من اواخر اصدارات الافلام المصرية اللي هتنزل عشرين تلاتة وعشرين وغالبا هيبقى فيه فيلم ابو ناسهب لمحمد امام هينزل برضو في اواخر ديسمبر عشرين تلاتة وعشرين اما فيلم شماريخ هو الفيلم السابع لواحد من المخرجين المفضلين في السينما المصرية المخرج عمر سلامة وهنتكلم عن كل حاجة انا لسه حتى الان ما شفتش تريلر كاميرل هنشوفه مع بعض الاول مرة مع احلب طوع افلام بس قبل ما بتري حلقة طبعا اقعوا تنسوا اخواتكو اشكاقنا اللي في غزة بالدعاء او بالتبرع لو مش قادر تتبرع حاول تريع على قد ما تقدر وحسيب لكم لينك التبرعات في الديسكريبشن وفي اول كومنتات تحت ويالله مين هنخش في الحلقة احلى مزا عليكو انا رحمد كمال بتاع افلام مبدان كده بتوع افلام فيلم شماريخ زي ما قلتلكو هينزل يوم سبعة ديسمبر يوم الخميس سبعة ديسمبر يعني يعتبر عشر تيام اسبوع من توقيت الحلقة على حسب الحلقة تنزل امتى وزي ما قلتلك ان هو الفيلم السابع للمخرج عمر سلامة فهو الفيلم ده يشهد عودة اسر ياسين للسينما بعد فترة طويلة جدا هتستغرب لما قولك ان اخر فيلم لاسر ياسين نزل في السينما من بطولة اسر ياسين هو كان فيلم تراب الماسل نزل سنة الفين وتمنتاشر عارف ان نزل فيلم صاحب المقام بس نزل على منصة شاهد وعارف ان هو جيف اخر مشاهد ولار رزق اتنين وان هو كان مفروض يقوم بالكاركتر دي بفيلم تاني بس حتى الان لسه منزلش او لسه تصور اساسا ولكن فيلم شماريخ يشهد عودته من ساعة فيلم تراب الماسل السينما المصرية وبيشاركوا في البطولة طبعا الفنانة الجميلة والمتقلقة جدا امينة خليل وايضا مع حفظ الالقاب للجميع خلد سامي مغوري والفنان الراحل الله يرحمه مصطفى درويش وهدى المفتي وادم الشرقاوي ومحمد صروت والطفلة لافينيا نادر وحط بقى اخطوك كتيرة جدا تحت الطفلة دي لان انتوا عارفين ان عبر السينما يعتبر من اكتر المخرجين اللي بيعرفوا يكتشفوا مواهب الاطفال بطريقة غير طبيعية ويشهد على ده افلامه او اغلبية افلامه اللي عملها ولكن برضو ده سب نحط على جنب الطفلة لافينيا نادر هي عملت قبل كده اعمالي يعني هي تلعت قبل كده اللي كانت ايما بدور كارما في فيلم شلبي وتلعت قبل كده في مسلسل حضرة العمدة وعملت اعمال تاني اما عن فيلم شماريخ نعرف عنه ايه اللي احنا نعرفه من خلال تيزر اللي احنا شفناه من حوالي بقى اكتر من ست سبع شهور حاجة اقدم من كده كمان والتيزر شدني بطريقة غير طبيعية بالرغم ان هو كان صغير جدا الموسيقى واللون انت بتعرفش اي حاجة مش عارف اي حاجة وهو عمل حاجة تيزر زي ما بيقولك تيزر شدك بطريقة جميلة اما الاعلان الكبير انا معرفش عنه حاجة ولكن من خلال حلال بودكاست مع عمر سلامة حاول على قد مقدر الفيلم ده هيبقى عبارة عن ايه لان منزلش عنه اي اخبار او عن اي حاجة ولكن قلنا من الاخر ان هو بيحاول يعمل فيلم ممتع من اوله الاخر وعايز يعمل فيلم يبقى فيه اصارة وتشويك من اوله حتى نهايته ودي هتبقى حاجة مختلفة لان الفيلم ده يعتبر من اللي انا حاسه هيبقى اول فيلم اكشن صرف العمر سلامة يعني من الاوله الاخره وده اللي انا متوقعه والله اهلم اول نسخة بعدتها القاسر لشماريخ كان 2007 كده بقى لنا كم سنة 15 سنة كده اه بالضبط 15-16 سنة انا فاكر يعني اصلا لقيت الايميل ده عندي على الجيميل تاريخه ل2007 فاخد سكينشوته بعدتها القاسر اكترو تخيل احنا بنتكلم في المشروع ده من قبل زي النهاردة من قبل اول فيلم اعمله اه الفيلم هل هو اكشن كوميدي هو اكشن اه وفيه شوية كوميديا مش عارف اتكلم ايه على اني اسبكت بس هو الفيلم اكشن و كوميدي شوية مش كتير بس اه بالنسبة لي بحاول اعمل فيلم فن بطريقتي الجديدة كانسان يعني مش عارف اقول مش عارف اكام قوي بس هو الفيلم كله فايروركس والعب نارية وبومبو وصواريخ وشماريخ ومش عارف ايه واكشن بيحصل في العالم ده كتير اوكي و اه و قصة حب اه اه اصيلي اقامين اخيالين اه قصة حب كان نفس اعملها من زمان و فيه كوميديا كتير و اتمنى ان اتمنى ان ده يبقى اه فيلم من اول لحظة الاخر لحظة اه ممتع تماما و ما فيهوش اي ملأ ما فيهوش اي ملأ ده اللي انت بتحاول تطلعه ده اللي انا عمله ان انا بحاول اعمل فيلم اه رحلة كده اه تبقى مسلية ممتعة من اول الاخرة ولكن بقى دلوقتي حنشوف مين برغم يعني انتوا عارفين الاعلان نزل من فترة والواحد خلال الفترة الفترة ما كانش عنده نفسي يعمل حلقات ولكن الواحد اهو لازم بقى نرجع للشغل و نشوف اكل عشنا فحشوف معاكم لاول مرة اعلان شماريخ سوا فهلا بينا نشوف الاعلان الرسمي لفيلم شماريخ دلوقتي نشوف بقى مين حتفرج معاها دلوقتي 5 4 3 2 1 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الاعلان عباء يعني انا حسيت في اول مشهد كده بزباتمان زباتمان بتاع روبرت باتسون الاخراني ووش لما اسر ياسين لابس الماسك واللون الاحمر الوراء ده ده افتقار ترزا ريدلر سيت بالفايب ده 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 اللي انا حسيته كبداية كده ولكن الفيلم هيبقى عبارة عن ايه من اللي انا شفته من الاعلان كاخساس وممكن يبقى كلامي ده احمر جدا بقول اي كلام في اي اي حاجة انه هو غالبا هيبقى روت تريب موبي يعني اللي هو هيبقى اتنين يتعرفر بعض وكانوا كارهين بعض في الاول او المهمة بتاعته انه هو مثلا يخطفها او يقتلها ولكن حصل الاختلاف وفضلوا يمكاملين مع بعض ضد عصابة كتيرة كانوا عايزين لهم ما كانوا عبعتين ويقتلوها مثلا عارفوا انه هو حبها او انقاذها في كوينة قصة حب فحيبقوا ضد العصابة دي ايا كان يعني انا بقول اي كلام ولكن فجئت من 3 ايام ببوست لعمر سلامان هو بيقول لان كل ما كتب عن قصة فيلم شامريخ من قبل ليس صحيح فيلم شامريخ هو فيلم اكشن درامي ببعض اللمحات الكوميدية عن رجل يحيا في الظلام في رحلته للتطهر ولكن هناك مهمة اخيرة يجب ان يقوم بها وهي قتل فتاة تعيش في النور وتعمل كمحامية هذه المحامية نفسها تطلب منه ان يساعدها في الانتقام والانتقام من شخص يصعب جدا عليه يعني عليها قتله او عليه قتله وغالبا ده ممكن يكون ابوه اللي هو غالبا متبري منه لو تاخد بالك يعني هو لو تاخد بالك هو اقال ايه لو هو تاخد بالك ان هو بيقول ان انا عايش باسم جدي وابويا متبري حاجة زي كده انا كده كده طبعا انا داخل الفيلم وكده كده متحمس للفيلم وكده كده اتمنى ان الفيلم ده يبقى واحد من احلى الافلام لنزلت في 2023 واتمنى ان احنا نشوف اكشن بطريقة مختلفة بطريقة جديدة عايزين نشوف حاجات زي دي وعجبني ظهور سامي مغاوري غالبا هيقوم بدور مختلف تراجيدي او درامي عكس الاعمال الكوميديية اللي بيعملها خلال الفترة الاخيرة وايضا خالد الصاوي اتمنى ان هو مش هقول عودة خالد الصاوي بس على القل اللي هو ايه يفكرنا كده بخالد الصاوي اللي هو خالد الصاوي عموما فهل يا ترى بعد نزول الاعلان هل تحمست الفيلم اكتر ولا ايش طالع عادي كده كده انا بالنسبة لي هخش في فيلم كده كده انا بالنسبة لي انا هخش في فيلم سواء شفت الاعلان شفتش الاعلان الاعلان تلع سيء جدا تلعه جدا انا كده كده داخل الفيلم ومتحمس للفيلم وان شاء الله الفيلم يطلع حلو كده كده هنتكلم بكل امانة وكل صراحة بعد ما خلص فيلم ونعمل حلقة على طول اول ما ينزل بازن الله وفي نهاية الحلقة بتوع افلام ايه اكتر اعمال عمر سلامة السينمائية اللي انت بتحبها مش كمسلسلات كاعمال سينمائية او كافلام انت بتحبها لعمر سلامة يرتبهم لي بالترتيب الست افلام شانت سابعة لسه ما انزلش سيبولي رأيكم تحت في الكومنتات وسيبولي ترتبكم تحت في الكومنتات وحرد عليكم زي ما احنا متعودين على طول وانا اسف يا بتوع افلام خلال الفترة الفات دي انا كنتش مرد انتو عارفين كلنا كنا ارفانين وكلنا كنا تعبانين وكلنا كنا نفسيا يعني سيئة جدا وان شاء الله يا رب بس ايه الواحد يرجع برضو يحاول الواحد بيحاول قد ما يقدر يرجع نفسيته القديمة على قد ما يقدر فاتمنى الدعاء لينا كلنا والله يعني لي وليكم كلنا يعني بازن الله وطبعا في نهاية الحلقة ما تنسوش اخواتكم في غزة لو مش قادر تتبرع هسيب لكم لينك التبرعات تحت لو مش قادر تتبرع طبعا حاول تريع على قد ما تقدر قطرة الدعاء بتغير الاخدار واحلى مساء عليكم